اشتركوا في القناة يتوقع ان تبلغ سماكته ما بين 30 و60 سنتمترا ويترافق مع رياح قوية جدا تشبه رياح الاعاصير بدأ بعد ظهر الجمعة ويتوقع ان ينتهي السبت في هذه المنطقة من الولايات المتحدة التي يقيم فيها حوالي 40 مليون شخص وفي ماساتشوسيتس حرم اكثر من 255 الف منزل او متجر من الكهرباء مساء الجمعة ويتوقع ان يزيد عددها بحسب صحيفة بوستن هيرلد وعلقت حركة القطارات ايضا بين نيويورك وبوستن حيث توقفت كل وسائل النقل العام ايضا واغلقت المدارس والمحاكم وشلت العاصفة ايضا وسائل النقل الجوي في عدة مدن كندية